كل شخص بإمكانه تكلم الروسية مرحباً وأهلاً بكم نعم أي شخص بإمكانه أن يتكلم عملياً كل لغة سنحاول جعل الأمر سهلاً وممتعاً قدر المستطاع لكم هدفنا متواضع إعطاؤكم فرصة لتتعرفوا على كلمات بسيطة وجمل شائعة كي تتمكنوا من فهم ما يريده الناس منكم وحتى تحادث قليلاً أو على الأقل قول الأمر الصحيح في الوقت الصحيح هذا جيد أليس كذلك؟ أنا هنا لإساعدكم على التعلم ستقومون بكل شيء تقريباً بأنفسكم من خلال الإصغاء إلى اللغة وقراءة الترجمة وطبعاً تكرار ما تسمعون لهذا كل كلمة وكل جملة معادة مرتين لإعطاؤكم فرصة على القراءة والاستعاب والتحدث إذا لم تنجح في المرة الأولى ستنجح في المرة الثانية أو ربما الثالثة تمرن قدر ما تريد فالأهم هو عدم الخوف من التحدث حسناً سيدرك الطرف الآخر أنها ليست لغتك الأم ماذا يعني؟ اللغة تجمع الأشخاص ويقدر الأشخاص الأمر عندما تحاول التحدث بلغتهم حتى لو ارتكبت أخطاء نتعلم التحدث والتعبير عن أنفسنا لأنه من المهم أن نخبر الشخص الذي نتحدث إليه ماذا نعني وماذا نريد إن الترجمة الإنجليزية للجمل التي أقرأها ليست دائماً ترجمة حرفية للكلمات ولكنها كافية لإيصال المعنى المقصود كما حاولنا أن نكون ديبلوماسيين فيما يتعلق بصيغة المذكر والمؤنث على الرغم من أن عرض كل الاحتمالات أحياناً في كل جملة يجعل عملية التعلم أكثر صعوبة في أي حال؟ اللغة هي للذكور والإناث وإذا وجدت هنا أو هناك النصيغة المذكر هي المستخدمة فقط فذلك لتسهيل عملية التعلم والقراءة حسناً لنبدأ مشوارنا معاً بتعلم كلمة نعم